بسم الله الرحمن الرحيم اعزائه الله بالصف الثاني السنوي اهلا وسهلا بكم النهاردة السنوي ادبي طبعا بنتكلم النهاردة في المنطق احنا اتكلمنا قبل كده عن التحليل النقدي القضايا وتقسيم القضايا وما الى زال النهاردة هنتكلم عن درس تاني وهو الاستغراك في القضايا الحملية يعني استغراك يا ولاد يعني حد مستغرق هو الحد مستغرق في القضايا والحد الذي يقع فيه الحكم على كل اعضاء الحد سواء كان موضوع او محمول لو الحكم شمل جميع اعضاء الموضوع بنقول علينا الموضوع مستغر وكذلك المحمول لو الحكم شمل كل افراده الحد بقى غير مستغرق امتى لما يقع الحكم على بعض افراد الموضوع او المحمول وبالتالي ما شملش كل افراده فيكون يعنينا المحمول او الموضوع غير ايه غير مستغر طب يا مستر انا عاوز اطبق ده انا هديك الاول اه مثال صغير نتكلم فيه لو قلنا هنا دلوقتي كل الطلاب حاضرون كل الطلاب حاضرون هنا فين الموضوعي طلاب فين محمولي حاضرون فين الحكم عندي الحكم دايما بيبقى فين محمول انا قلت حكمت بالحضور على مين اشوف صور القاضية هنا بقى كل عاد على كل الموضوع ولا على بعضه على كله يبقى اذا الموضوع هنا مستغرق تمام طيب المحمول اللي هو ايه خاضرون شمل كل افراده ولا ما شملش ايه انا قلت هو مع الخاضرين بس في الطلاب في المدرسة ولا طلاب ومدرسين ودارة وعمال وسوئين صح صح يبقى ما شملش كل افراده انما شمل ايه بيتكلم بس عن مين عن الطلاب اذا هناك المستغرق تمام طيب انا هديك قاعدة مهمة جدا ناخدها من الاول عشان نبقى احنا عارفين القضايا الكلية تستغرق الموضوع يبقى سواء كان بقى كلية مجابة او كليا سالبة القضايا الكلية تستغرق الموضوع والقضايا السالبة سواء برضو كلية او بزجة تستغرق المحمول تمام ده قاعدة نمشي عليها نتطبق ده بقى يا ولاد على القضايا الاربع اللي عندي نمسك القضايا الكلية المجابة لو قلت كل الجنود ابطار هتلاقي موضوعها مستغرق ومحمولها غير مستغرق ايبقى ايزا هنا اخد بالك او الموضوع الموضوع كل الجنود ابطار الجنود موضوع مستغرق ابطار محمول غير مستغرق انا مشملش كل افراد نيجي الكلية السالب لو قلنا كل الافرياء ليسوا بخلاء هنا حصل ايه انا لما حكمت على الاسرياء كلهم ولا جزء منهم كلهم واحنا قلنا الاداية كلية بتستغرق الموضوع بزجة الموضوع مستغرق طيب المحمول هنا بخلاء هنا بخلاء ليس اداة النفي عملت ايه فصلت الموضوع عن المحمول مش كده كل افراد ولا جزء منهم لا كل افراد يبقى ازين هنا المحمول مستغرق يبقى القضية الكلية السالبة وهي الوحيدة التي تستغرق الموضوع الايه والمحمول ركز في دي يبقى انا عندي الكلية المجابة موضوحها مستغرق محمولها غير مستغرق الكلية السالبة موضوحها مستغرق ومحمولها مستغرق نيجي بقى القضية الجزئية المجابة القضية الجزئية المجابة لو انقلت بعض الطلاب مجتهدون انا حكمت على البعض الطلاب هنا كلهم لا يبقى اذا الموضوع غير مستغرق المقتهدون طلاب بس ولا طلاب ومدرسين واطباء ومحامين والاخ يبقى برضو هنا المحمول كمان غير مستغرق يبقى القضايا الجزئية الموجبة لا تستغرق ايا من حديها لا موضوع ولا محمول فهذه القضايا الجزئية السلبة ودي بتستغرق المحمول فقط لو قلت بعض الطلاب ليسوا ناجحون انا حكمت على مين على بعض الطلاب يبقى اذا الطلاب ده جزء ولا كل جزء يبقى اذا مش مستغرق طب ناجحين انا هنا دخلت خرقت كل الطلاب اللي مش ناجحة وخلت الناجحين التانيين نافيت عنهم يبقى شمل كل افراد ولا ما شملش شمل يبقى اذا المحمول مستغرق يبقى انا على الوقت اطلع هنا الكليات تستغرق الموضوع والسوالب تستغرق المحمول والموجب لا يستغرق المحمول برضو يبقى انا عندي اطلع بقول كلية الموجبة موضوحها مستغرق محمولها غير مستغرق كلية سلبة موضوحها ومحمولها مستغرقين جزئية موجبة لا الموضوع على المحمول المستغرق جزئية سلبة الموضوع غير مستغرق والمحمول مستغرق شكرا والسلام عليكم ورحمة الله